دموع بريئة لطفلة أمنيتها أن ترى أختها الصغيرة تمشي على قدميها كما عودتكم صوت العدلة دائما تقربكم من مشاكل الناس كيفما كانت من القلب كنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى البارتاج فبالفضل ديالكم كيما كنقولكم ديما أنا بزاف ديال الناس القول اللي يعاونهم أنا متابعي قناة صوت العدلة مرحبا بكم مرحبا دخل معنا قصة ديالنا ديال اليوم ديال واحد طفلة صغيرة المعاناة ديالة بدأت نهار كل سيام بعد الزيادة ديالة ما ديش نطول عليكم بزاف وغنخلي لأم ديالة هي اللي غدي تشرح لكم القصة ديالة ملوه الحتر السلام عليكم معاكم سلمة من دين تفاس كي كاد شوف أخويان تجيتي وشفتي المعاناة ديال بنتي عرفت التشوه ديالها مي كانت تفكر شي كنكتشب بأنه قالوا لي هادي قدرنا لها العمود الفقاري وذيك العملية تثبت لها في شلال نسفي مكدير تشي حركة ومرها بخمستاش اليوم تركتشفوا عندها المفرس ديالة كي تلبونا لاباراي يا هادي قدرنا لها ديالة كلاب باراي ديالة عندها تيو ديالة عندها عام ونص وخويا والمعاناة تركتشفتي يا مكدير تشي حركة أنا يديها أنا رجليها لما حركتهاش أنا يا مكدير تشي حركة ديالة أخويا كنتمنى من الله ومن المحسنين يعاونوني أنا مكنطلبش ببنتي ولكن كنتمنى مشي حديجي شخص لي الحالة ديالها ديالة بادي عندها تقريبا عام ونص وهي مازالة ما كنتتحسنش لحالة ديالها كاع ما كنتتحسنش وانتمنى من الله يساعدوني مناس باش نشخص غير حالة ديالة نعرف أشخصها شي عملية ولا شي حاج هاد شي اللي كان دلت لها جوج عمليات عملية العامة الفقاري وعملية على الراس ديالة يعني عندها لما في الراس يعني لا باها ما خدامش مين بدا هاد المرض هادا يعني كي خدم نار ويقلس عليها سيمانا وورك عارف خاصها تصرويد خاص غير ترونس بورك ما غالقاش باش نطلع و باش نمشيوا ترونس بورك ما غالقاش باش نطلع يعني كان فدر نقلس بها في الدار وهاد الحالة خصهم ديالة مراقبة يعني ديالة كل 15 يوم خص المراقبة ديالة الكلاوي وشكي يصفى وديك المالي في الراس والنبولة وكي يشقو خص المراقبة الراس ديالة وشكي يتزاد والحالة ضعيفة ما نقولكش لإهمال ولا كي الفقر ما نكدبش عليك احنا هاملينها ولكن ماشي بيدينا اخويا الفقر باها ما خدامش لا ما عدناش اخويا غاليا امنية نشوف على وقفة على الرجلات هاد الشيلي كان طلب من الله كاخويا خاصة ترويد غاليا ترويد خاصة مستمر ما خاصة شي تقطع قاع خاصة الحصة مش نسبونا الحصة 150 درهم مونا ميها تجينا ميها ما خاصة باش نطلعتها في ميها جينة 150 درهم باش نتعويد الحصة وكي اكدوا على الترويد بزاف هذا الحالة هادوا بحت المرحة انما كي تتحرك شجريها كيعواجوا كاع متمنى من الله حن قلوب دي المحسينين في هذه البنيتة يشوفوا فيها الوجه الله الشركة عندي بنيتة وهذه الثانية اه عندها 6 سنين واختها براسة يختمر ايضا في ثانين حق الله العظيم دي ما كنت تقول لي يا اختي هلاش ما كنتوقفش هلاش ما كنتلعبش معايا ما كنتلقى باش نجاوبها هيلة دعي 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 ماما تقولي شنو بريت المتوح باتي يا اببي سايدوني اختيتشو باس انا جياتا اصقد لابنا ايضا ايضا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل اجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة اشتركوا في القناة